موسيقى موسيقى طابة وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بأبرز العنوي من موقع الموقع بوست مواطن في تعز يبيع سيارته لإيقاد شعلة السادس والعشرين من سبتمبر ومن المشاهد نت اهدار دم ناشط سياسي في محافظة حجة ومن موقع أخبار اليوم الكويت تبدي استعدادها لاصطدافة توقيع اتفاق سلام نهائي بين الأطراف اليمنية ومن بي بي سي رئيس كوريا الشمالية يصف ترامب بالمختل عقلي موسيقى أهلا بكم والبداية من موقع الموقع بوست يتحدث عن مواطن في تعز لجأ إلى بيع سيارته لغرض الاحتفال بالعيد السادس والعشرين من سبتمبر وعنون الموقع مارش يباع سيارته لتجهيز الشعلة استعدادات خاصة في تعز بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وقال الموقع أن ناشطين ومثقفين في مدينة تعز استعدون لإحياء الذكرى الخامسة والخمسين لثورة سبتمبر بأسلوبهم الخاص وجهودهم الفردية للتأكيد على أهمية الاحتفاء بهذا اليوم ولجأ الناشط الإعلامي محمد مارش لبيع سيارته لتوفير تكاليف إيقاد الشعلة في تعز بالإضافة إلى أنشطة أخرى مترافقة مع ذكرى الثورة وبيعت السيارة عبر المزاد بمبلغ مليون ومئتين وخمسمائة ألف ريال وقال الموقع أن الجزء الأكبر من المبلغ سيخصص لحفل إيقاد الشعلة والتي توقد سنويا للتأكيد على استمرار الثورة والجمهورية وقال مارش للموقع بوست أن لجوءه لبيع سيارته كانت مبادرة شخصية منه لتحريك والاحتفال بثورة سبتمبر التي يفصلنا عنها أيام قليلة إضافة لحث سلطات المحلية في تعز على التحرك وأحياء هذه الفعالية كشف محافظ عدن الأستاذ عبد العزيز المفلحي عن الأسباب التي تقف خلف عدم عودته إلى مدينة عدن منذ مغادرته لها قبل أكثر من شهر ونصف وقال المفلحي في تصريحات لصحيفة عدن الغد إنه غادر العاصمة السعودية الرياضة في طريقه إلى جمهورية مصر العربية للعلاج موضحا أنه سيعود من مصر إلى عدن خلال الأسبوع القادمة عقب الانتهاء من رحلة العلاج هذه وأكد المفلحي أن مصاعب جمه باتت تواجه إدارته لكن قال إنه يجب التغلب عليها بتعاون الجميع وقال المفلحي في تصريحه إن عدن بحاجة إلي أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف الجهود أيضا لأجل خدمتها من المحيط إلى الخليج تعاني منطقتنا حالة لا سلام ويتعرض الناس لمثل تلك الحرب حرب المستبدين على شعوبهم بنسب متفاوتة لكن لا يسلم منها أحد هذا مقتطف من مقال كتبته الحائزة على جهازة نوبل للسلام توكو الكرمان مضيفة في المقال المنشور على موقع قناة بلقيس يتوجب التأكيد على ضرورة عدم اتخاذ العنف سبيلا لمقاومة الاستبداد العنف عواقبه وخيمة ونتائجه مدمرة لكن ما يجب قوله بشجاعة ودون تردد إنما نشهده من حروب ومظالم ليس سببه تطلعات أو ثورات الشعوب التي تريد الحرية والديمقراطية ولكن السبب هو هذا الاستبداد الذي يريد استعباد الناس وإذلالهم علينا أن لا نفشل في توصيف ما يحدث فننحرف إلى القول إن الثورات والمظاهرات والاعتصامات جرم ارتكبه المكافحون في سبيل الحرية والمناضلون من أجل مناهضة الظلم والدفاع عن حقوق الإنسان فنخضل الناس مرتين مرة حين تركناهم دون أن نفعل شيئا لتخفيف وطأة حرب المستبدين على شعوبهم ومرة حين اعتبرناهم جناتا وليس ضحايا باعتقادي أن الكفاح ضد الظلم والقمع هو كفاح من أجل السلام إننا نبني سلاما عظيما حين يتوقف الظلم ويختفي القمع فاتشوا لتجدوا أن كل حرب داخلية أو خارجية وراءها مستبد قهر شعبه ثم مضى ليزاول هوايته في البطش خارج الحدود الناس بحاجة لغارطة كفاح تبني سلاما مستداما عبر تحقيق العدالة التي لا تأتي دون إنجاز حق تمتع المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية إننا نحرز سلاما عظيما حين ننتقل بالمجتمعات من جحيم الاستبداد إلى آفاق الحرية وحقوق الإنسان موقع المشاهد نيتيو عنوان في صفحته الرئيسية اهدار دم ناشط سياسي في محافظة حجة وقال الموقع إن جماعة الحوثي أجبرت وجهها في محافظة حجة على توقيع وثيقة تهدر دم أحد الناشطين في صفحات التواصل الاجتماعي بسبب نقده الساخر للجماعة وقالت مصادر بمحافظة حجة إن الناشط يدعى إبراهيم علي حزام القيدلة وهو ينتقد بشدة ممارسات جماعة الحوثي ما دفعها لإجبارها أو لإجبار وجهها قبليين على توقيع وثيقة أهدرت فيها دم وكانت جماعة الحوثي أقدمت في وقت سابق على أهدار دم معارضين لها بإصدار فتاوى دينية عن طريق مشائخ موالين لها وفي الجانب السياسي يعلق موقع يمن منتر الأمم المتحدة تعرض أو تعرض أربع نقاط على الأطراف باليمن بهدف الوصول إلى حل شامل وقال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن هناك أربع نقاط طراحتها الأمم المتحدة يجب أن تراجعها مختلف أطراف الصراع في البلاد من أجل التوصل إلى حل نهائي وشامل وأضاف المبعوث أنه بالرغم من كون الأزمة في اليمن إنسانية إلى أنه لا يمكن حل الأزمة في اليمن إلا من خلال الحل السياسي وليس هناك حل عسكري وأكد ولد الشيخ أحمد على دعوة الأطراف إلى أن تراجع الحل السياسي الذي عرضته الأمم المتحدة والذي يتطرق إلى ميناء الحديدة فتح مطار صنعاء ودفع الرواتب للموظفين والعودة إلى لجنة التهدي والتنسيق من أجل الوصول إلى الحل الشامل والكامل في البلاد لا حرب نظيفة فالحرب تجعل الأرض تميد تحتك تدفعك للهروب من موت يكاد يكون محققا هكذا بدأ سمير الزبن مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية مضيفا في المنفى تميد الأرض بك أكثر وفي ظل هذا الاهتزاز المزدوج مطلوب منك أن تجد توازنك في حالة مضطربة هل من سؤال أكثر جنونا من سؤال التوازن على أرض تهتز تحتك طوال الوقت؟ حتى لو كنت بارعا ونجحت في ذلك لا شك في أن المهمة ستكون ذات طابع مهلواني وهكذا هي حياة الهاربين من الحروب في المنافي تتفاوت بين تطرف مأساوي وتطرف ساخر يحمل اللاجئون الناجون من الحرب أوزارها معهم بعد العيش سنوات في ظل تهديد الموت وحالة العجز والخوف من القذائف والاعتقال والكثير من تفاصيل الحرب المرعبة لا يبقى اللاجئ الذي دخل تجربة الحرب هو ذاته الذي هرب منها إنها الحرب داخله وداخل كل أفراد العائلة تمارس فعلها المستمر حتى بعد النجاة من الحرب والوصول إلى المنفى هل من المبالغة القول ليس هناك ناج من الحرب؟ فهي تكوي الجميع من قتل ومن أصيب ومن اعتقل ومن بقي ومن نجى في أماكن اللجوء الشعور بالنجاة لا يكفي لدرء آثار الحرب التي حفرت في النفوس في المنافي تستعر حرب أخرى هي استمرار للحرب في الوطن من جهة ومن جهة أخرى هي حرب العيش في العالم الجديد الذي يجد الناجي نفسه فيه حملت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم العديد من العناوين أبرزها أبيا مطالبات بالإفراج عن القيادي المرقشي وزملائه المحتجزين لدى التحالف ومن عدن جنود يحتجون داخل معسكر رأس عباس ومصدر في الحزام ينفي تسريحهم وعنوان آخر هولندا تدعو المجتمع الدولي لاستعادة الكرامة الإنسانية في اليمن وأخيرا الكويت تبدي استعدادها لاستضافة توقيع اتفاق سلام نهائي بين الأطراف اليمنية موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني يعنون في صفحته الرئيسية مصرع مسؤول الإمداد والإسناد للميليشيا بحرض الحدودية وآخرين وقال الموقع أن مسؤول الإمداد والإسناد للميليشيا الانقلابية بجبهة حرض الحدودية لقي مصرعه مع آخرين جراء قص مقاتلة التحالف العربي ومعارك الجيش الوطني خلال الأيام الماضية بحرض غرب محافظة حجة وأكدت مصادر طبية لسبتمبر نت أن مسؤول الإمداد والإسناد للميليشيا ويدعى أبو أمجد الجبري قتل إلى جانبه 23 آخرين خلال الأيام الماضية وأنه تم نقل جثمانهم إلى مبنى قيد الإنشاء بمدرية حيران المحاذية لمديرية حرب قبل أن يتم توزيعهم على قرههم ويتابع الموقع تمكن الجيش الوطني بإسناد من مقاتلة التحالف العربي من تحرير مواقع جديدة في جبهة حرب الحدودية وهنا ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير قوم معنا نفرد مساحة لتغريداتكم ومنشوراتكم على كافة مواقع التواصل الاجتماعي نجمع أبرز ما تناقلته تلك المواقع ونقدمها لكم كيبورد صدى أصواتكم وأفكاركم فكونوا على المواعد أهلا بكم من جديد مشروع هولندي للتحقيق بانتهاكات الحرب اليمن كما جاء في موقع الجزيرة نت حيث أعلنت مصادر حقوقية يمنية أن هولندا تقدمت الخميس الماضي بمشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب باليمن وأضافت المصادر ذاتها أنه من المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار الأربعاء المقبل وسط انقسام دولي حاد بين الدول الكبرى بهذا الشعن وإلى جانب كندا وصين تقود هولندا التحرك الدولي الداعي إلى تشكيل لجنة دولية في حين تعارضها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بجانب المجموعة العربية التي تتزعمها السعودية وتضم الإمارات ومصر والسودان ولا يعرف ما إذا كانت هولندا ستتمسك بمشروع القرار حتى موعد التصويت أم لا حيث سبق لها أن سحبت مشروع قرار مماثل خلال العامين الماضيين أما صحيفة الخليج فقد عنونت في أحد الأخبار المتعلقة باليمن جهود لإنقاذ الصحفيين في اليمن من الانتهاكات وقالت الصحيفة أن الاتحاد الدولي للصحفيين رحب بالتقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يدين الانتهاكات المتزايدة بحق الصحفيين في اليمن ويشير التقرير الذي أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه منذ بداية النزاع شنت سلطة الانقلاب في صنعاء حملة قمع ضد الصحفيين والنشطين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني هذه القيود وفقا لتقرير جاءت من خلال فرض قيود على حرية التعبير والتخويف والاعتقالات التعسفية خارج إطار القانون والإغفاء القصري والقتل عزمي عاشور كتب مقالا في صحيفة الحياة تحت عنوان هل تتحقق العدالة بالحرية؟ وقال في جزء منه العدالة كنظرية تأخذ صورا مختلفة بحسب طبيعة الحقل الذي يمكن النظر إليها من خلاله فهي في العلوم السياسية تتجلى في الديمقراطية بكونها حتى الآن هي أفضل السبل لتحقيق أكبر المنافع لصالح المجموعة وليس لصالح فرد أو فئة وبالنسبة إلى الاقتصاد تكثر الاجتهادات والنظريات وكل منها حاول أن يصل إليها سواء عبر الاشتراكية أو الرأس مالية ففي الأولى هناك انتصار لقيمة المساواة إلا أنها تحمل جورا على العدالة ككل لأنها ساوت بين من يعمل ومن لا يعمل أما بالنسبة إلى المذهب الرأسمالي فإنها كانت أقرب إلى العدالة غير أنها أهملت قيمة المساواة في مجتمعاتنا العربية ما زلنا عاجزين عن اختيار الطريق الذي ينبغي أن نسلك هل نأخذ المسار الاشتراكي الذي إن حقق مبدأ المساواة فإنه في المقابل يقتل الحافز ويميت المجتمع وإن تم الأخذ بالمذهب الرأسمالي بشكله المطلق فهناك فئات كثيرة قد تذهب ضحية للظلم الظروف التي نشأت فيها ومن هنا من الممكن الجمع بين مبدأي الحرية والمساواة للاقتراب من أفضل نقطة على خط العدالة وفي متابعة لآخر تطورات الأزمة الكورية نقلت شبكة البي بي سي تصريحا لزعيم كوريا الشمالية قال فيه ترامب المختل عقليا أقنعني بالحاجة إلى البرنامج النووي وفي بيان بثته وسال الإعلام الحكومية أضاف كيم أن ترامب سيدفع ثمنا غاليا بسبب خطابه الأخير الذي ألقاه في الأمم المتحدة حيث قال ترامب في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن واشنطن إن أرغمت على الدفاع عن نفسها فإنها ستدمر كليا كوريا الشمالية مضيفا أن كيم في مهمة انتحارية هذا وكانت كوريا قد أجرت اختبارات صاروخية بوتيرة غير مسبوقة وأجرت الاختبار النووي السادس بالرغم من الإدانة الدولية وفي وقت سابق شبه وزير الخارجية كوريا الشمالية رينغ وانغ وشبه خطاب ترامب بأنه صوت كلب ينبع وفي ذات الموضوع الذي يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات الإعلام يعنون موقع الهاف بوست عربي أقوى بأربعة ألاف مرة من قبلة هوروشيما وتعرف على القنبلة الهيدروجينية التي يهدد الزعيم الكوري بتجربتها خارج أراضيه الموقع قال أن القنبلة الهيدروجينية أو النووية الحرارية التي تهدد كوريا الشمالية بتجربتها خارج أراضيها أقوى بكثير من القنبلة الذرية على غرار تلك التي ألقيت عام 1945 فوق هوروشيما وتقوم القنبلة الهيدروجينية على مبدأ الانصهار النووي وتطلق طاقة هائلة تفوق مستوى الحرارة والبغض داخل الشمس وعندما تنفجر قنبلة هيدروجينية فإن انفجارات كيميائية ونووية ونووية حرارية تتوالى خلال وقت ضئيل جدا ومن صور صحيفة الديل تيليغراف البريطانية ستكون جولتنا المصورة لهذا اليوم وقد احتوت الكثير من الأحداث والمناظر المختلفة حول العالم نتابع الصور اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة